نظمت هيئة قناة السويس جولة لتعريف بالقرية الأولمبية وإلقاء الضوء على تجهيزاتها واستعداداتها لاستقبال البطولات المختلفة وللمزيد ينضم إلينا من نادي هيئة قناة السويس مراسلنا محمود جميل محمود بعد التحية ماذا عن هذه الاستعدادات والتجهيزات للقرية الأولمبية الجديدة نعم أهلا بكم إيمان ودينا اليوم يوم هام في هيئة قناة السويس نتابع فيه مع حضراتكم يعني إنجاز وحلم جديد يتحقق على أرض هيئة قناة السويس وبسواعد أبناء هيئة قناة السويس وهي إنشاء القرية الأولمبية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثامن من سبتمبر هذه القرية التي تعد مدينة رياضية متكاملة صممت على تراز عالمي راعت فيه كل المواصفات التي اشترتها الفيفا والاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم اليوم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استقبل وفدا من الرياضيين والإعلاميين لتفقد هذه القرية الأولمبية وهذه المدينة الرياضية المتكاملة الفريق أسامة ربيع أكد للضيوف أن هذه مدينة رياضية متكاملة ستساعد في تطوير المنظومة الرياضية المصرية ومواكبة مصر لبناء الجمهورية الجديدة وخلال هذه الزيارة قاموا بتفقد لكل المنشآت الرياضية الموجودة داخل المدينة والتي يأتي على رأسها استاد هيئة قناة السويس هذا الاستاد الذي أنشئ وصمم على أحدث تراز عالمية لاستقبال كل البطولات وكل الفعاليات الرياضية سواء الدولية أو الإقليمية هذا الاستاد الذي أنشئ على مساحة 80 ألف متر مربع ويستوعب ما يقرب من 21 ألف متفرق به عدد من التقنيات الحديثة نتحدث عن تقنية الفار نتحدث عن غرف للمعلقين الصوتيين ونتحدث أيضا عن غرف للتحكيم نتحدث عن غرف أيضا بمستويات عالية للمدربين وأيضا للاعبين أيضا بخلاف استاد هيئة قناة السويس هناك أيضا بعض المنشآت الرياضية الأخرى نتحدث عن ستة ملاعب للألعاب المختلفة وأيضا ستة ملاعب للألعاب المفتوحة منها كرة السلة والطائرة وأيضا هناك عدد من القاعات الحديثة الموجودة لاستقبال كبار الزوار في البطولات والأحداث العالمية وأيضا هناك ناد صحي أقيم هنا في القرية الأولمبية به صالة للألعاب الرياضية وأيضا به وحدات للعلاج الطبيعي لمعالجة الإصابات وأيضا به بعض الأمور الخاصة والتسهيلات الخاصة لذوي الهمم أيضا تحتوي القرية الأولمبية على استاد الهوكي وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط فبالتالي القرية الأولمبية مدينة رياضية متكاملة تستطيع الآن أن تستضيف كل الأحداث الرياضية الآن عودة إليكم مرة أخرى